ثورة في مصادر الطاقة أعلنت الصين أنها تمكنت من إنتاج نوع جديد من الوقود المصنوع من الجليد القابل للاشتعال هذا الجليد عبارة عن ماء بلوري متحد مع الغاز تحت ضغط ودرجة حرارة معينة وعلى الرغم من أن هذه البلورات التي تشبه ظاهريا الجليد إلا أن المتر المكعب الواحد يعادل ما يقارب 165 متر مكعبا من الغاز الطبيعي وقد اكتشفت هذه المادة الأحفورية الفريدة من نوعها عام 2007 لكن الأمر تطلب عشر سنوات من العلماء الصينيين لبناء مصنع لإنتاج هذه المادة الفريدة سبب آخر لتأجيج النزاع المرتبط ببحر الصين الجنوبي الذي وجدت فيه الصين هذا الجليد القابل للاحتراق وقد بلغ الإنتاج من الوقود منذ بداية مايو آيار الحالي نحو 16 ألف متر مكعب هو ما يعزز توقعات بأن الجليد قد يكون بديلا للنفط والغاز سابقا بشيئ سابقا بشيئ سابقا بشيئ سابقا بشيئ اشتركوا في القناة